بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج كثير من الأخوة والأخوات يسألون ويقولون إذا كنا نريد أن نصلي فأنا لا أؤذن فقط أقيم الإقامة للصلاة يعني بمعنى لا أؤذن للصلاة فقط الإقامة يعني لا أقول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثل ما يفعل المؤذن لا وإنما فقط أقوم بالإقامة وهو ماذا أن أقول الله أكبر مرتين ليس كالأذان أربع مرات وهكذا فهل هذا فيه يعني نوع من قلة حسنات من ناحية قلة توفيقات إلهية إلى غير ذلك نعم النبي صلى الله عليه وآله يقول يا أب ذر يا أب ذر من أقام ولم يؤذن أي أنه يقيم للصلاة ولكن لا يؤذن للصلاة من أقام ولم يؤذن لم يصلي معه إلا ملكاه اللذان معه أما الذي يقيم ويؤذن يعني يؤذن ويقيم فإنه يصلي خلفه سبعين ألف صف من الملائكة سبعين ألف صف من الملائكة هذا في رواية سبعين صف من الملائكة رواية في سبعين ألف صف من الملائكة فهذه الروايات كلها صحيحة ومعناه ماذا؟ معناه كلما ازدادت الملائكة في المكان الذي أنت تصلي فيه فالدعاء يكون أكثر استجابة الصلاة تكون أكثر تطهيرا للنفس أكثر قربا لله عز وجل الصلاة تبعد عنك جميع ما همك وغمك وجميع ما يؤذيك إلى غير ذلك أما إنك إذا لم تؤذن وأقمت فقط للصلاة قمت بالإقامة فإذا لا يصلي خلفك من الملائكة إلا الملكين إلا الملكان اللذان معك يعني رقيب وحفيظ الذي يراقبك والذي يحفظ عنك فقط أو يسمى رقيب عتيد الأمر على كل حال حسب التسميات فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصلي معه إلا ملكاه اللذان معه أما الذي يؤذن ويقيم فيصلي خلفه سبعين ألف صف من الملائكة طبعا الحسنات تزداد الصلاة تكثر يعني تكثر من ناحية خشوعها وخضوعها لله عز وجل التوفيقات الإلهية تكثر تصور سبعين صف يعني سبعين ألف صف من الملائكة يدعون لك والملكين فقط يدعون لك وأنظر إلى الفرق برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين من علي عليه السلام اشتركوا في القناة